موسيقى قهوة وجيه وسميح التميمي بطعم العلقم مرة بمرارة معاناتهم على مدار أكثر من أربعين عاما مع كل إشراقة شمس يجلسان هنا على سطح منزلهما في قرية النبي صالح قضى رامالله ويتحصران على سبعين دنوما من أرضهما ابتلعها الاستيطان لإقامة ما تسمى بمستوطنة حلميش شعورنا عبارة عن نار لما بنشوف المستوطنين بيشتغلوا في الأرض تبعتنا ونحن مش قدرين نصلها فالبن آدم يعني بيطلع يتحصر بيطلع يقول لأولادته هاي الأرض اللي لنا مش قدرين نصلها هاي الأرض اللي باسم أبونا وجدنا مش قدرين نطيح هنشتغل فيها هذه الحسرة لا تفارق أهلي قرية النبي صالح أكثر من ثلاثمائة دنم من أراضيهم سلبت لصالح الاستيطان فانتفضت القرية في مسيرات أسبوعية بوجه الاحتلال منذ عام 2009 ولغاية اللحظة يعني هي ملكنا الوحيد اللي هن الأرضيات هذول واخدوهن شو ضل ما ضل الناش يعني إشي بدحكي لك شو شعور البني آدم يعني أرضه لما تروح منه شو بيغضى شعوره يعني إشي بد بنوصفش يعني يعني داخليا بيغضى بدون يفجر الواحد بس شبته يسوي يعني مش طالع بيد ويش يعني في يوم الأرض الخالد وصل عدد المستوطنين حوالي 600 ألف مستوطن في الضفة الغربية وفقا لدائرة شؤون المفاوضات في أكثر من 200 مستوطنة موزعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة كما تسيطر إسرائيل على 61% من مساحة الضفة الغربية فيما يعرف بمناطق جيم وفق اتفاقية غسلو تستطيع أن ترى الأرض من بعيد لكن قدميك لا تطأها الأرض تسلب يوما بعد آخر والرد الفلسطيني مفاوضات ثم مفاوضات ومفاوضات من قرية النبي صالح قضى رام الله نزار حبش تلفزيون وطن